نجم بأطراف المدينة سارا يروي الحديث ويبعث الأنوارا يمشي على هدي النبي معظما وله يجل ويرفع الأقدارا قد عاش يهدي للعلوم محبرا حتى سرى ذكر الحديث وثارا هو مالك من في العلوم كمالك ومن الذي قد علم الآثارا فعرف به أهل المدينة وانتقي نهجا مبينا نوره قد سارا الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هداه إلى يوم الدين أما بعد أخواني الأحبة مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا في رحاب أهل المدينة ولازلنا نتحدث عن الفقهاء السبعة ومن ألحق بهم من أئمة المدينة الذين شكلوا معالمها الدينية والعلمية والفقهية من هؤلاء الأئمة عالم جليل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه علي بن الحسين من علي بن أبي طالب الهاشمي المدني أبو الحسين ويقال له أبو الحسن ويقال أبو محمد المدني الملقب بزين العابدين وبالسجاد هذا الإمام الجليل روى عن أبيه الحسين الشهيد وعن عمه الحسن الخليفة الراشد الخامس وأرسل عن جده علي بن أبي طالب بمعنى أنه لم يلحقه لكنه روى عنه مرسلا وروا عن ابن عباس وروا عن المسور بن مخرمة وعن أبي هريرة وعائشة وصفية بنت حيي وأم سلمة أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن وعن أم سلمة وبنتها زينب بنت أبي سلمة وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وابنه عبيد الله بن أبي رافع وعن جماعة من علماء المدينة وقد روى عنه أبناؤه وأولاده ومن أجلهم وأعظمهم الإمام أبو جعفر محمد الباقر والإمام زيد بن علي رحمهم الله وروا عنه أبناء الآخرون عبد الله وعمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطارس بن كيسان وجماعة وروا عنه الزهري وأبو الزناد وعاصم عمر بن قتادة وجماعة من العلماء الذين عدوا في كبار علماء المدينة رحمهم الله قال ابن سعد رحمه الله في طبقاته في الطبقة الثانية من طبقات المدينة أو في الطبقة الثانية من طبقات الطبقات التي ذكرها في كتابه وهي الطبقة التي تعرضوا لتابعي أهل المدينة قال أمه أم ولد وحتى سائر بن عبد الله أمه أم ولد وقد قيل إن السلف رغبوا في أمهات الأبناء بعدما رأوا نجابة هذين الإمامين الجليلين وكان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيع ورعا قال سفيان بن عيينا عن الزهري ما رأيت قراشيا أفضل من علي بن حسين وكان مع أبيه يوم قتل وهو مريض فسلم من القتل يعني مع أبيه الحسين في كربلاء رضي الله تبارك وتعالى عن أجمعين قال معيينا عن الزهري أيضا ما رأيت أحدا أفقها منه ولكنه كان قليل الحديث قال مالك رحمه الله قال نافع بن جبير بن مطعم لعلي بن الحسين إنك تجالس أقواما دون دون يعني أقوام يعني ليسوا في مستواك فقال علي بن حسين إني أجالس من أنتفع بمجالستي في ديني وهو يقصد بقوله إنك تجالس أقواما دون يعني أنهم ليسوا في الشرف والمنزلة مثلك ولكن علي بن حسين كان عاقلا فقصد بأنه يجالس كل من لديه علم لا يبالي كونه مولا أو غير مولا إنما يقصد أنه يجالس من كان له فضل ودين قال وكان علي بن حسين رجلا له فضل في الدين وقال ابن وهب ومن كبار أصحاب الإيماني مالك في مصر عن مالك لم يكن في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل علي بن حسين قال الحاكم أبو عبد الله سمعت أبا بكر بن دارم عن بعض شيوخه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن علي وقال حماد بن زيد عن يحي بن سعيد سمعت علي بن حسين وكان أفضل هاشمين أدركته قال الآجوري وقلت لأبي داود سمع علي بن حسين من عائشة قال لا سمعت أحمد بن صالح يقول سن علي بن حسين وسن الزهري واحد ويروي ويروى أن سعيد بن المسيب قال ما رأيت أورع من قال جويرية بن أسماء ما أكل علي بن حسين لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم القط بمعنى أنه لم يستخدم نسبه حتى يأخذ المال من الناس ولا من الدولة وقال إبراهيم بن محمد الشافعي عن ابن عيين تحج علي بن حسين فلما أحرم واستوت به راحلة وصفر لونه وانتفض ووقع عليه الرعدة ولم يستطيع أن يلبي فقيل له ما لك ما لك لا تلبي فقال أخشى أن أقول لبيك فيقال لي لا لبيك فقيل له لا بد من هذا فلما لبى غشي عليه رضي الله عنه وسقط من راحلته فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه قال مصعب الزبيري عن مالك الرحمن الرحمن الله ولقد أحرم علي بن الحسين فلما أراد أن يقول لبيك قال فأغمي عليه حتى سقط من ناقته فهشم ولقد بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أمات وكان يسمى زين العابدين لعبادته وقال حجاج بن أرطى عن أبي جعفر الباقر أن أباه علي بن الحسين قاسم الله ما له مرتين وقال إن الله يحب المؤمن المذنب التواب بمعنى أنه قسم ماله مرتين فوزع نصف ماله بسبيل الله قال يونس بن مكير عن محمد بن إصحاق كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون أين كان معاشهم فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به من الليل كان يأتيهم في الليل ويضعوا الطعام والمونة ثم ينصرف ولا يدرون من أين جاءهم ذلك قال علي بن موسى الرضا علي بن الرضا رضي الله عنه عن أبيه موسى الكاظم عن جده جعفر الصادق قال قال علي بن الحسين إني لأستحي من الله أن أرى الأخ من إخواني فأسأل الله له الجنة وبخل عليه بالدنيا وقال عبد العزيز بن أبي حازم كان أبيه وهو أبو حازم سلمة بن دينار سمعت علي بن الحسين يسأل كيف كانت منزلة سمعت علي بن الحسين يسأل كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار بيديه إلى القبر وقال منزلتهما منه الساعة يعني أن منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله هي هذه المنزلة أنهما كان لصيقين برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان الثوري عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهم جاء قوم إلى علي من حسين فأثنوا عليه فقال ما أكذبكم وأجرأكم على الله نحن من صالح قومنا حسبنا أن نكون من صالح قومنا هذا هو علي من حسين سلام الله ورضوانه عليه توفي رحمه الله تقريبا سنة 94 تقريبا سنة 94 هناك خلاف بين أهل العلم في ضبط تاريخ وفاته ولعلنا نكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجم بأطراف المدينة سارا يروي الحديث ويبعث الأنوار يمشي على هدي النبي معظما وله يجل ويرفع الأقدارا قد عاش يهدي للعلوم محبرا حتى سرى ذكر الحديث وثارا هو مالك من في العلوم كمالك ومن الذي قد علم الآثارا فعرف به أهل المدينة وانتقي نهجا مبينا نوره قد سارا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر